مساء الخير سادت الأجواء الباردة نسبياً مع ظهور كميات من السحب المنخفضة وبلغت درجة الحرارة العظمى حوالي 15 درجة مئوية أما عن صور الإقمار الصناعي نلاحظ فيها ظهور كميات من السحب الماطرة التي تغطي كل من المملكة وفلسطين أما عن الطقس الليلة في عمان يكون الطقس بارداً مع ظهور السحب المتفرقة وتصل درجة الحرارة لغاية 7 درجات ونسبة الرطوبة لغاية 88 خلال الأيام القادمة الحالة تغطي كل الأيام القادمة غداً الأحد ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مستقرة ومائلة للبرودة إلى لطيفة في معظم المناطق وتصل درجة الحرارة لغاية 14 درجة مئوية وتنخفض ليلة لغاية 6 درجات أما عن يوم الاثنين مرتفع جوي يؤثر على المنطقة وأجواء لطيفة ومشمسة في مختلف المناطق وتصل درجة الحرارة لغاية 16 درجة وتنخفض ليلة لغاية 10 درجات أما عن يوم الثلاثاء امتداد غير فعال لمنخفض البحر الأحمر مما يعني ارتفاع واضح على درجات الحرارة والأجواء دافئة في معظم المناطق تصل درجة الحرارة لغاية 22 درجة مئوية وتنخفض ليلة لغاية 10 درجة والآن ننتقل معكم لدرجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة بإربط 5 وغدا 14 جرش 7 وغدا 16 عجلون 4 وغدا 13 والأجواء باردة ليلا أما درجة الحرارة بالمفرق بتكون 5 وغدا 16 الزرقاء 8 وغدا 17 منواصل درجات الحرارة لحتى نوصل الصلد 7 وغدا 15 مطار البلك علياء 5 وغدا 17 أما مادبة 7 وغدا 14 البحر الميت 16 وغدا 23 الكارك 6 وغدا 15 الطفيلة بتكون 7 وغدا 15 بيمعان 7 عفوا وغدا 19 وبالعقبة بتكون 16 وغدا 26 والأجواء دافئة ننهي درجات الحرارة بتكون برويشة 5 وغدا 18 ملخص الطقس في المملكة الطقس بارد نسبيا والأجواء باردة ليلا وارتفاع كبير على درجات الحرارة منتصف الأسبوع القادم من المحلية العالمية ننتقل معكم لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر